كابتن سابت البطل وماشي على خطاة وده اللي مسبب له نجاح ولا الكابتن سيد أخذ من كل واحد الأسامل اللي احنا قلناها ده أخذ منه كل حاجة وده اللي مساعده على النجاح أكثر يعني اسم ان هو يقارن بكابتن سابت أو يبقى مصاحب لكابتن سابت في الكارير ده ده شرف ليه ده يعني ده حاجة عالية جدا هم دول ولاد النادي الأهلي هم دول ولاد النادي الأهلي أنا بتكلم عليهم دول ان كل واحد هو طبعا كلنا مفيش حد دايم في الدنيا دي انما كل واحد بتسلم الراية للي بعده شوفوا الاحترام وشوفوا الكلام على اللي قابله بيقول ايه هو ده النادي الأهلي يعني ما عنديش كلام تاني اقوله اكتر من كده وكلام ده انا بقوله للي ايه بقى للناشئين والشباب واللي موجودين واللي جايين بعد كده ربنا يديكو العمر والصحة انما هو ده النادي الأهلي لا حد طلع جرح في حد ولا حد طلع قال أصل فلان كان أصل كذا ولا كذا ولا كذا لا كل واحد بيدي للي قابله حقه زي ما احنا بنستضيف بعض النجوم معنا هنا في البرنامج وبنديهم جزء صغير من اللي هم عملوه احنا بنستضيفش اي حد بنستضيف النجوم اللي هي قدت للكيان نفسه سواء لمصر او للنادي الأهلي او لأي حاجة فكابتن سابت الله يرحمه يعني واحد من الناس اللي انت مقارنتك بيه او كلامك او كلام الناس عليا معايا يعني اعطالك ده شرف كبير اوي بالنسبة لكن اتعلمت منه ايه بقى يعني عكبتن سابت رغم ان انا كنت صغير يعني بعد الواقع اللي قلت لك بتاعكبت ان احمد عبدالباقي بعدها بثلاث سنين او بسنتين كان عندي 19 سنة عشرين سنة كنت بقعد معاك كتير جدا رغم انه يعني هو مدير كورا اه تمام وانا لاعب صغير بقى بالألم رصاص لكن كنت بقعد معاك كتير جدا لما هو كان بيتعاطف معاك عشان من اقاليم وبتوقع حاجة زي كده لا مرة طلعت انا وكانت سابت في برنامج تلفزيوني اه تمام برنامج ايه برنامج كان اسمه قصة مباراة اه مع مصطفى الآغة اه تمام اه بقناة ثالثة اه فطلعت انا هو في على الهوى في حلقة واحدة في حلقة واحدة اه وبعدين فبيسألوا علي يعني فقال له سيد ده مش يعني مش ابن خالتي ولا ابن عمتي ولا حد يعني قريبي لكن ملتزم منضبط ما تحبوش ازاي يعني ما تتعاطفش معاك ازاي شوف الرب فبيديلك مسيش كلا هو بيتكلم ان الاساس في التعامل اللي بيني وبينك هي درجة انضباطك والتزامك مش حب ديك درهج والرجول اللي عندك وكره ليك اه طبعا اتنين معاملته مع النجوم انا افتكر واقعا رغم ان هي برضو سنة 97 او 98 او او اول 98 مجموعة نجوم في الفرقة لها اسم كل اسم فيهم جبل كل اسم الموجودين جبل بدون ان انا اقول اسماء يعني اه طبعا فعملوه حاجة جماعية تمام وده لفظ ومنهج انا بستخدمه لحد دلوقتي شوف سنة 98 الكلام ده في اوله فكنا في رمضان فهم عاملوا حاجة من غير معرفة كابت السابت فكابت السابت عرف فخصم منهم فلوس نعم فخلاص هما خصموا فلوس فجوم يقبضوا فليه الخصم مضاعف الخصم مضاعف فلما سألوا بحقلهم الجملة الجاية دي بقى قال لهم ايوه ده خصم لكن حق النادي فين حق النادي حق النادي فين يعني انت اتخصم منك الجزء ده عشان انت مسمعتش الكلام الكلام في حاجة مثلا او اخطاقتك كازم او عالم معرفتي الناحية التانية بقى حق النادي فين اصلا ان انت تعمل كده اصلا يا سلام يعني ده ليحة ان انت تعمل الامر ده مثلا من غير ما عرفت النادي ده ليحة لكن الجزء التاني التكميلي بقى الحق النادي فين لما بتحصل مشكلة في التمرين وده احنا مش في المدينة الفاضلة يعني احنا بتحصل بتحصل لا احنا بشر في حد ممكن يعني يعمل تصرف مش مزبوط يرد بشكل مش مزبوط يعمل لفظ مش مزبوط يدخل الدخلة مش مزبوطة مزبوط مع زميل مع مدير فني مع ادارة مع حد بتحصل بتحصل بعد ديئتين تلاتة هيتصالحوا انا متأكد حق النادي بقى فين احترامك احترامك للعيبتك اه سوريا لزميلك فين احترامك للجهاز الفني فين واحترامك لمدير الكرة فين احترامك المدير الفني فين احترامك للكيان فين احترامك للمكان اللي انت تتمره فين الخريفين والجمهور فين ها فده حق النادي هاللعب اعتردت على حاجة؟ ساعتها؟ لا 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 خالص بص انا ممكن اكون مثلا خصامتي كتير جدا الله يرحمك يا سابت الله يرحمك ويعسن إليك دي كانت آخر حاجة في الملعب رجل كان بيودع الدنيا ومن حبه للنادي الأهلي يشوف قاعد وعمل زيه وكان خلصان الله يرحمك ويعسن إليك يا سابت فدي من الحاجات اللي انت بتتعلمها الحاجات اللي بتمر عليك كده وما تأثرش فيك يبقى الغلط مش في الأحداث يعني الغلط في كنته طيب بعض الناس بيوصفوا سيد عبد الحفيز أنه من أبرز مدرين كرة اللجوم في تاريخ الندادة الأهلي زي ما ذكرنا الأسامي دي كلها لسخ الأفاضر كلهم اللي هم تولوا المسؤولية لكن معروف الكرة العالمية زي مثلا مرينه مرينه باستفزازي في التصرحات بتاعته هل انت بتقصد انك تستفزي اللي قدامك بالتصرحات بتاعتك دي ولا انت من كتر حبك للكيان اللي انت فيه بتطلع لجواك أولا لازم تكون زكي مش كل حاجة تبقى داخليا وخارجيا على نفس الوتيرة بمعنى أن انت ممكن خارجيا تبقى عصب جدا لكن جوه داخليا تبقى هادي جدا يعني ممكن تبقى والدم الانفعال شديد جدا هل ده اسلوب بتضغط بيه على المنافس ده مباح مش حرام طبعا لكن فيه حاجات مثلا لو انت بتقصد تصرحات اللي بعد المطشط على طول فيه أوقات أطلع بعد بعض المباراة على طول مباشرة وفيه أوقات تلاقيين أطول شوي اللي أنا مش متأكد منه قوي بلسبة مثلا ستين سبعين في المية لازم أخد يعني سبع دقايق عشر دقايق ربع ساعة بعد المباراة بعد المباراة أتأكد كويس قوي من الفكرة اللي عندي من الفكرة اللي عندي لكن ما ينفعش أبقى راجل مش مسؤول وفي نفس الوقت غبي نعم يعني أسوري في تلافظي أنا والتعبير أن انت فرقتك تبقى هيلة جدا ومستقرة جدا وانت تعمل حاجة حالة شرطتهم تهيج الرأي العاية طمعا ففيه أوقات لازم تهدى شوية وتخش قطك وتشوف انت ترتيب كلامك وأفكارك والحاجات اللي ممكن تستعرضها فتساعدك على المرحلة اللي جاية مفيش تصريح الهدف منه اللي فات الراجل مش مسؤول ومزكي مش استفزاز وخلاص مزكي انت أي حاجة بتعملها هو الهدف منه اللي جاي هل انت كنت بتبص في التصريحاتك دي انت بتقولي أنا كنت بتستنى حتى بعد المباراة